كابتن حلمي ابن العمدة وكان عبتملك إنت الوحيد لي كان عندك كورة وإنت الوحيد اللي كنت بتتحكم ألعب ولا ملعبش ملعبتش أخذ الكورة وروح مقاليتش لما قلتلك كابتن حلمي تطلع معنا في قناة النادي الأهلي لا قانص أنا مش أول مرة أنا كنت متعاقد في وقت ملقوات أنا وكابتن طاه بصري طاه بصري الله يرحمه للتحليل في قناة النادي الأهلي أول ما بدأت أنا مش شايف فيها أي عيب مش شايف ده بالعكس ده شرف وشايف إن ده يعني حاخد من كلام حضاك لا للتعصب إحنا في منافسة شريفة أنديت مصر كلها بتتنافس منافسة شريفة لأن ده هو ده اللي المفروض يكون في الوسط الرياضي إحنا مفيش عدوات مفيش خناءات مفيش أي نوع من أنواع التعصب التعصب مش جنسية ده أنا مش فاهم التعصب ده مجرد أن تشجع فريتك زي أنا أنت عايز بالعكس وقول اللي أنت عاوز بس في الحدود يعني هو أنا كابتن مصطفى معنى أن أنا آجي قناة النادي الأهلي وأتصرف بأن أنا أبقى مع حضرتك بني أخليك كابتن أن أنا ما بقيتش زمالكاوي مين اللي يقول كده؟ يعني مين اللي يقول أن أنا من ستين سنة وأنا راجل زمالكاوي وعشان أجي قناة الأهلي ما بقى الزمالكاوي أبقى عدوه لنادي زمالك يعني كلام مش منطقي وكلام فعلا جديد علينا يعني إحنا طول عمرنا مع بعض إحنا في وسط رياضي وفي المجال الرياضي المجال الرياضي ضروري يمتاز بالروح الرياضية وإحنا مش فخناقة إحنا ما فيش عدوات في الرياضة ما فيش عدوات فيه أخلاق وفيه أخلاق رياضية وفيه تسامح لكن اللي أنا بشوفه النهاردة شيء فاق الحدود شيء بينزر بكارثة أتمنى أن إحنا نتجنبها وخصوصا أن إحنا دلوقتي في بلد ماشية بخطة سريعة جدا جدا في كل شيء في كل شيء يا كابتن ده اللي مزعى للوقت ناس بتبني وفيه ناس بتهد ما ينفعش أهلا واحد من الناس مش يسكت ما كناش يا كابتن في خط واحد وراء بلدنا أنا يعني بتكلم على بلدنا تكلمش على حكومة ولا على حاجة أنا بتكلم وراء بلدنا بلدنا دي هي اللي لينا إحنا ما نقدرش نعيش في مكان غير بلدنا ما كانتش تبقى على لا نعرف نعوم عشان نروح الجنب التالي ولا حقا نقش في خيم ولا أي حاجة إحنا خلاص عودنا إحنا لنا طبيع خاص إحنا وراء بلدنا يا كابتن وضروري كلنا نتحد عشان نبقى وراء بلدنا عشان نزق أهل قدام أكدر ولا للتعصب لا للخناءات لا للتجاوزات لا للألفاظ البذيئة لا للمشاحنات إحنا في المجال الرياضي هو مجال بيسمو بالأخلاق الرياضية بيسمو بالسلوك الرياضي لأعلى مستوى ممكن إحنا عايزين ده وبإذن الله أنا مع حضرتك في هذه الحملة لا للتعصب إن شاء الله بإذن الله